أفشلت الولايات المتحدة العمريكية مشروع قرار قدمته الجزائر أمام مجلس الأمن الدولي لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة واستخدمت الولايات المتحدة حق النقد أمام المجلس المكون من 15 دولة وقد حضي مشروع القرار بتأييد 12 دولة وامتنعت دولتان فقط عن التصويت مرة أخرى وفي سيناريو كان متوقعا استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو لتبديد الأحلام الفلسطينية المشروعة في الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة مشروع القرار الذي قدمته الجزائر والذي أوصل جمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة أيده 12 عضوا وعرضته الولايات المتحدة وامتنع عن التصويت عليه عضوان وهما المملكة المتحدة وسويسرا وكانت فلسطين قد قدمت في مطلع شهر أبريل الجاري طلبا لمجلس الأمن للنظر مجددا في الطلب الذي قدمته في عام 2011 لنيل العضوية الكاملة بالأمم المتحدة وخلال الجلسة أكد مندوب مصر لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبدالخالق أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية حق أصيل للشعب الفلسطيني مشددا على أن استمرار الحرب غير القانونية والإجرامية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكثر من ستة أشهر يضع مصداقية هذه المنظمة ومنظومة حفظ السلم والأمن الدوليين بأسرها على المحك تود مصر تأكيد أن الحل للأزمة الحالية التي تمر بها الأنر وبل ولأزمة اللاجئين الفلسطينيين يكمن فقط في حل وحيد ألا وهو إعادة حقهم الأساسي في العيش بحرية وكرامة في دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ومن جانبه طالب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي طالب مجلس الأمن الدولي بأن يتحمل مسؤولياته وبأن لا يخيب آمال الشعب الفلسطيني وسعيه المشروع للاستقلال والعضوية في المنظمة الدولية وعلى الرغم من الفيتو الأمريكي الموتاد في صالح إسرائيل إلا أن الدعم الساحق من أعضاء المجلس بعث برسالة واضحة مفادها أن دولة فلسطين تستحق مكانها في الأمم المتحدة ترجمة نانسي قنقر